فن الاعتذار اخطأت احدى الفتيات اليافعات مرة في حق صديقتها وادتها اذاء صريحا فطلب منها اهلها ان تعتذر لصديقتها عما فعلت فابت ذلك مع الحاحهم اكثر من مرة بشتى الطرق وضربها كذلك بسبب عدم طاعتها هذا الامر الى ان استجابت بصعوبة شديدة وبصوت يكاد لا يسمع بعبارة اعتذر مجردة من اي رغبة هذا الموقف جعلني اتساءل اي معنى للاعتذار تمكن في نفس تلك الفتاة حتى اخذ التهرب وتبتعد عنه كل هذا البعد وهل حقا يجعل الاعتذار منه اناسا ضعفاء ان عدم الاعتذار ابدا في اي علاقة هو وسيلة مؤكدة للمخاطرة بفقدانها هذا ما يحذر منه خبراء العلاقات فبدلا من التعجف والتكبر لما لا ندخل الاعتذار في ثقافتنا اسوة ببعض الشعوب التي اخذت هذا الخلق الكريم وطبقته فعليا في معاملاتها اولا ليس ضعفا صدقني يعتقد كثير من الناس ان كرامتهم تهتز وكبرياؤهم ينهار وقيمتهم تنقص بمجرد ان ينطق بكلمة الاعتذار وهذا مفهوم خاطئ لا بد من نبذه فان تأملنا في معنى الاعتذار وجدناه لا يصدر الا عن الاقوياء الذين انتصروا على اهوائهم فهو ليس دليل ضعف حتى نخجل منه بل لغة النفوس الراقية التي تحترم ذاتها والاخرين وبالتأكيد هو فرصة سانحة لتعميق الحب ثانيا عواقب وخيمة قد تعزف عن الاعتذار لصديقك او لاهلك او لمن اذيته وتظن انك بذلك حفظت كرامتك وظهرت بمظهر الرابح والاقوى والاعلى ولكن الحقيقة هي انك خسرت علاقتك مع من تحبهم او من تعمل معهم وجررت على نفسك الكثير من العواقب التي كنت غنيا عنها فالمتكبر ليس مرهوبا فيه في العلاقات الاجتماعية في البيت او في العمل او بين الاصدقاء ثالثا صور الاعتذار ان اجمل صور الاعتذار هو اعتذار السيد لخادمه والمدير لموظفه والوالد لابنه واخلصه ما كان حقيقة نابعا من القلب لا سقط عتب لتجنب التأنيب فقد تعتذر اعتذارا سريعا لتصحيح خطأ غير مقصود وقد تعتذر لانك اخطأت في حق غيرك وقد تعتذر الدول لبعضها لتسير شؤونها ولا تنسى الاعتذار السامي الاعتذار السامي هو ارقى انا اعتذر تعني احيانا انني اريد الاحتفاظ بك فربما اعتذرت الزوجة لزوجها وهي لم تقترف ذنبا ويكون السبب سعيها لردم المشكلات بينها وبين زوجها وربما اعتذر الزوج كذلك لزوجته من دون جرم وهو من ذلك يريد فقط رؤية ابتسامتها وما اجمل قول احدهم عندما يعتذر اليك انسان فليس بالضرورة انه مخطئ وانك على حق ربما اراد ان يقول لك ان علاقتكما اهم من كبريائه بالمقابل رمم كبريائه على الفور فهؤلاء البشر لا يمكن العثور عليهم كل يوم ولكن كيف اعتذر في مقابلة بمجلة ابحاث علم النفس اللغوي قدم عالمان نفس ستيفن شير وجون تارلي اربعا من مراحل الاعتذار المرحلة الاولى اظهر له ندمك فكما ان التوبة من شروطها الندم كذلك في الاعتذار لا بد من ان تشعر من امامك انك نادم على ما فعلت لتفسح لقلبه المجال ان يعفو ويعلم انك قد ندمت ولست مصرا على فعل ما يكره المرحلة الثانية ضع نفسك مكانه من اكثر الطرق التي تعينك على صياغة اعتذار مقبول هو ان تتخيل انك بمكان من اذيته وتتخيل الكلمات التي سترضيك والوجه الذي تريده ان يقابلك في الاعتذار حينها ستدرك بلا شك الالم الذي تسببت به وعلى اساسه تعتذر اعتذارا لائقا المرحلة الثالثة عوضها وفقا لعالم النفس الامريكي جاي وينش فان الناس غالبا ما يرغبون في رؤية اعتذار يكلف شيئا ما لا يجب ان تكون هذه التكلفة مالية ولكن يمكن ان تأتي في شكل الاعتراف بعدم الكفاءة في ارتكاب الخطأ السابق او الوعد بتحسن الاداء في المستقبل فالتعويض يشعر من امامك انك تبذل كل ما بوسعك ويؤدي دورا كبيرا في اطفاء نار الالم والكسر الذي احدثته المرحلة الرابعة عده ان لا تكرر فعلتك ان من تأذى بسببك لا يهمه فقط ان تعتذر لها الان ثم تعود برة اخرى لتكرر ما فعلته انه بحق يريد اعتذارا ابديا ووعدا لا ينقطع نذهب الان الى الاعتذار بين الشركين ان وجود الزوجين في بيت واحد واشتراكوهما في جميع انشطة الحياة لا يعني ان اعتذار احدهما للاخر شيء لا فائدة منه او تصرف ساذج بل قد يكون الاعتذار بين الزوجين من اهم اشكال الاعتذار لان العلاقة الزوجية هي الاساس للعلاقات الاخرى ومن الجميل ان يترافق هذا الاعتذار بهدية وان كانت يسيرة كوردة او بيت شعر او هدية مما يحبه الشريك وهنا يتساءل احدهم ماذا لو رفض اعتذاري قد تعتذر وتبذل جهدك في الاعتذار ولا يقبل وهذا يعود لطبيعة كل شخص ومدى تقبله الاعتذار غيره ويعود كذلك لنوعية الاذية التي تسببت بها لا فلا تفرض عليه ان يقبل اعتذارك فلا اشعره بحرصك على قبوله وحرصك على ان لا يقطع حبل الود بينكما مهما كان واقول هنا سامح فانت ايضا قد اخطأت يوما ما قد يتعند احدهم برفض اعتذار من قصده معتذرا فيهينه ويعرض عنه وذلك واقف على باب العفو منتظرا راجيا فلتتذكر اننا اخطأنا في حق غيرنا يوما ما واننا سنحتاج من يقبل اعتذارنا ايضا ولنتجاوز حتى يتجاوز عنا وتذكر دائما اذا كان الاعتراف بالخطأ فضيلة فان الاعتذار عنه فضيلة اعظم والسلام